قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن برنامج سكن لكل المصريين كان حلماً للقيادة السياسية منذ عام 2014 لإنشاء مليون وحدة سكنية للشباب وخلال مؤتمر صحفي بمدينة حدائق أكتوبر أعلن مدبولي العمل على آخر مرحلة من المليون وحدة سكنية لافتاً إلا أن الوحدات المطروحة تمثل مجتمعاً متكاملاً للسكن عندنا الحقيقة تفقد طبعاً لمشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين وهذا البرنامج اللي كان الحقيقة كان حلم للقيادة السياسية بدأ من 2014 إلى 2015 بإن إحنا نصل إلى مليون وحدة سكنية لشبابنا والأسر محدودة الدخل والنهاردة الحمد لله الواحد سعيد جداً 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 أنه هو فعلاً أنه نحن النهاردة فعلاً بنعلن أنه نحن أتمينا وجاري تنفيذ آخر مجموعة من المليون وحدة سكنية إحنا هنا بنتكلم على السكن لكل المصريين مستوى الوحدات اللي حراكم شايفينها اللي هي للشباب والمحدودة الدخل الوحدات اللي هي كانت بتبقى في حدود التسعين متر كمتوسط ودي كانت للفئة اللي إحنا كلنا بنتكلم عليها محدود الدخل والشباب أنا بتكلم هنا على مليون وحدة سكنية مش فقط وحدة وده الاختلاف الحقيقي إن إحنا بنتكلم على مجتمع متكامل مناطق اللاندسكيب، الخدمات، مدارس، ملاعب، وحدات صحية، كل الوحدات التجارية كل الخدمات اللي المواطن من يوم ما حيجي يسكن ويستلم شايته بيجد كل الخدمات والأهم جودة حياة فعلاً لهذه الجودة حياة لي والأولاد